السلام عليكم كيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين صلى على الرسول الله عليه افضل الصلاة والسلام لايك وشير وسبسكرايب وكمنت حلو من كومنتاتكم الجميلة نهاردة هنعمل كيكا اسفنجية باتنين بيضة في الخلاط بحجم اتنين وثلاثين سانتي دي الصينية الكبيرة لفي البايركس حجمها اتنين وثلاثين سانتي يعني حجم عائلي شايفين الكيكا ليست خارجة من الفرن حشة جدا وخفيفة وهنعملها بطعم جوز الهند طعمها وبيضة وتحفة خلونا نديها رشة جوز الهند ونتحمس للوصفة ان شاء الله زي ما انتو شايفين اصحابي الكيكا غير طبيعية اهي لونها ابيض فاتح حشة جدا ما شاء الله غير طبيعية وطعمها يعني غير طبيعي اوعدك ان شاء الله ان انتو لو جربتوا الوصفة يعني الصينية مش هيتبقى منها حاجة شايفين قد ايه الكيكا هشة وخفيفة وطعمها ورحتها رهيبة وبتنين بيضة بس هتنعمل صينية كيك تقضينا وتقضي الجيران كمان ان شاء الله تجربوها وتتبسط عليها لايكات وشير يلا نبدأ بالمأدير وطريقة التحضير هنا اصحابي بالنسبة للمأدير هكتبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله ولو معرفش صندوق الوصف هو مسلس مقلوب بالجانب عنوان الفيديو هتلاقوا تضغطي عليه تلاقي فيه المأدير انا معايا هنا الطحين دي جميع الاستخدامات انا بستخدم جميع الاستخدامات ومعايا نشا ومعايا معاراة كبيرة من البيكين باودر ومعانا كوب من جوز الهند كوب اللي ربع المأدير كلها بالاكواب المعيارية كوب اللي ربع من الزيت كوب وربع من السكر اتنين بيضة وفانيلا ومعانا حليب ومعانا زبادي حليب اللي هو الملك زبادي اللي هو في بعض الدول بتقول عليه روب او لبن هنا اضفت الاتنين بيضة ولازم البيض يكون حجمه كبير واضفت كوب ربع من السكر وهضيف رشد فانيلا ومعانا كمان معلقة خل بس مش هنضيفها في اله هنشوف اي مرحلة هنضيفها فيها هضرب الخليط حتى السكر يدوب مع البيض زي ما انتوا شايفين وبقى فومي شوية ولونه فتح هبدأ الحين اضيف كوب اللي ربع من الزيت واهم حاجة في الخلط في الخلاط ان كل مرحلة تديها حوالي من 4 ل 5 دقايق خفق في الخلاط يعني ما ينفعش دقيقة وافصل لا شايفين خلطنا الزيت مع السكر والبيض شايفين القوام صار تقيل ازاي هي دي المرحلة اللي احنا نردها يعني لازم تبقي عارفة اي مرحلة توقفي خفق في الخلاط لان دي ملاحظات صغيرة لكنها بتفرق كتير في الكيكة هنا بعد ما الخليط بقى تقيل وفاتح والسكر دي تماما اضفت 3 كوب من الحليب و200 جرام يعني كوب من الزبادي العلبة اللي عندي دي بتاعت المراعي دي 170 اضفت عليها 2 معلقة كمان كملتها 200 جرام يعني هتبقى علبة 200 جرام او اللي بيستخدم العلب الصغيرة هيبقى علبتين من العلب الصغيرة وهاخلطهم تاني خلطناهم شايفين الخليط افتح ازاي وطبعا اضفت بقى في المرحلة دي قبل مخفق الزبادي والحليب مع الخليط اضفت معلقة صغيرة من الخل الابيض هنجيب بقى اي اناء او اي طبق نزلت فيه كل الخليط شايفين منظر الخليط اصلا ما شاء الله هبدأ اضيف كوب من جوز الهند وده جوز الهند عادي يعني متوسط يعني لهو اللي ناعم قوي ولا هو اللي خشن يعني متوسط اهو قلبنا الجوز الهند هنبدأ ناخد بقى المأدير الجفة اللي هي الطحين والنشا وابدأ اضفهم على الخليط على 3 مراحل وكل مرحلة احنا ناخدنا الخليط كله كامل مع الاول واثناء اضافة الخليط لازم مرحلة مرحلة يعني الجزء جزء اللي هضيفه على الخليط اه انخله كمان عشان ادخل فيه نسبة هوا عليها كل ما بتنخر الطحين والمكونات الجفة بيعطيكي هشاشة وخفافة للكيك لان كل ما بندخل فيها هوا كل ما بتديكي كيك هش وعدين تشوفته في اول الفيديو ما شاء الله كيكة هشة جدا وخفيفة على الرغم ان هي باتنين بيضة فقط اهو شايفين اتأكدت ان الطحين ان دمك تماما مع الخليط ابدأ انزل بالجزء التاني من الطحين هننخل وبردو نقلب والتقليب بيكون بهدوء برضو من اسفل لأعلى عشان نحافظ على كمية الهوا اللي احنا دخلناها في الخليط ما نهبطش البيض والخليط اللي احنا خفقناه طبعا لما عندوش خلاط يقدر يشتغل بالمضرب الكهربائي لكن المرحلة بتاعت اضافة الطحين والمواد الجافة لازم تبقى يدوية ما تنفعش في الخلاط او بالمضرب هنا اصحابي شايفينوا هذا القوام اهو انا جبت الصينية دي اكبر واحدة في الطقم بتاع البيرك المصطرة مقاس 30 طبعا ما وصلتش لحفة المصطرة هي الصينية مقاسها 32 فطبعا تعتبر صينية كبيرة بالنسبة لاثنين بيضة هنشوف هنحط فيها معلقتين او معلقة كبيرة من الزيت النباتي وهنبدأ ندهن الصينية من القاع ومن الجوانب او اي صينية متوفرة عندك المهم تكون صينية حجم كبير يعني اكبر صينية عندك في الطقم سواء الالمونيوم او البيركس هتضيف فيها الخليط طبعا من اول ما اشتغلنا في الكيكا وانا سخنت الفرن شايفين ما شاء الله الخليط لونه فاتح والخليط اصلا يعني يتاكل نيي اهو شايفين ما شاء الله وعب الصينية كامل وشايفين يعني بالنسبة لنسبة الصينية تعتبر الصينية كبيرة وشايفين الكمية ما شاء الله يعني تقريبا نص الصينية وهلسه هيرتفع كمان في الفرن اضفت كل الخليط هديها طرق بس عشان لو فيه فقاعات من الهوى وقلنا الفرن لازم يكون مسبق التسخين اقل حاجة ربع ساعة قبل العمل انا اول ما بشتغل في الكيك بشغل الفرن هنحطها في الرف اللي في الاوسط هشغل من اسفل بس مش محتاجين الشواية وهنسيبها هتاخد من 35 ل 40 دقيقة كل واحد حسب الفرن بتاعه لو انا عشان عندي مروحة فمش هحتاجي شغل الشواية هتاخد لون ده تحفى من فوق لو انت معندي كيش مروحة والقتيها هستوت من اسفل ومحتاجة لون من اعلى شغللها الشواية دقيقتين بس مجرد تلون وتبقى معانا ممتازة شايفين ما شاء الله الصينية انتفخت وهشة جدا ونعمل برضو بالتو سبيكس طلع نضيف مفوش اي حاجة هسيبها هتاخد ده ثواني انتو المفروض تكون معاكم الوقت في البيت خلوها تبرد ساعة براحتها هضيف بس عشان التقديم هضيف معلقة عسل كبيرة على وجه الكيكة او ممكن معلقتين من المربة وهنفرجها كده على وجه الكيك وطبعا التزين او طريقة التقديم اختياري تقدروا بدون الخطوة دي تقدروا تستغنوا عنها تماما وتقدموها كيك سادة كده عادي بس طبعا يعني العسل هنديها رشة جوز هند بحكم ان هي كيكة جوز هند وفيها جوز هند اهو شايفين فردنا معلقة العسل وهديها رشة من جوز الهند ريحتها اصلا وهي بتستوي ما شاء الله معبية ريحة البيت كلها جوز هند رهيبة اهي المفروض انتم معاكم الوقت في البيت خلوها تبرد تماما لكن احنا عشان نختم الفيديو فهنضطر ان قطعها وهي لسه يعني ما بردتش بس يلا الله المستعين هتقطعيها طبعا بقى يعني الحجم اللي انت تحبيه تحبيها قطع كبيرة قطع صغيرة برحتكم يا شايفين ما شاء الله صنعية كبيرة خلينا بقى نطلعها ونطلع قطع كبيرة كده ونشوف شكلها ما شاء الله اهي اصحابي شايفين الكيكة اصلا مش مستحملة هشة خفيفة مرتفعة لونها ابيض فاتح وطعمها ورحتها ما شاء الله غير طبعية اهي شايفين الكيكة اصلا هاشش جدا ومش مستحمل وخلونا نطعم ونشوف اهي تحفة ان شاء الله كل المعدير هكتبها لكم اصحابي وزي ما قلتلكم انا استخدمت الاكواب المعيارية الاكواب المعيارية الكوب بيساوي 150 جرام من الطحين وبيساوي 250 جرام من السائل زي الحليب و200 جرام من السكر عشان تبقوا عارفين بس اهو ان شاء الله هكتب لكم كل المعدير في صندوق الوص وتجربوها ان شاء الله وهنتظر تعليقاتكم تجربوها وتكتبو لنا تعليقاتكم جربتوها وعملت ايه معايكم ان شاء الله كل اللي هيجربها هيتبسط عليها وشايفين هادا بقية الصينية شايفين ما شاء الله الصينية حجم كبير ووعدكم بجد فعلا طعمها غير طبيعي يصدقوني مش هتنتظر عندكم يعني هتخلص مباشرة مش هيتبقى منها حاجة لليوم التاني شايفين طلعت لكم قطعة تانية شايفين قد ايه الجمال والحلاوة لايكات وشير وسبسكرايب شكرايب